من جانبها أصدرت وزارة التربية عددا من التوصيات بشأن العام الدراسي الحالي بينها ما يتعلق بتنظيم الامتحانات وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية الوزارة ذكرت في بيان لها إن اجتماعا مهما عقده وزير التربية وضم أعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات صوتوا فيه على أن تكون الإجراءات الامتحانية لجميع المواد الدراسية في الامتحانات العامة الابتدائية والثانوية كما كانت قبل أزمة كورونا فيما دعت الطلبة إلى استغلال فرصة الدوام الحضوري لزيادة الإجتهاد والتعلم من أجل بناء مستقبل العلاقة